وقفت مستفز جدا بشكل مش طبيعي بل وصل الامر الى حد ان الواحد كان والله العظيم موقف مقزز لا يصدر من بنا ادمين بل يصدر من ناس عديم الانسانية وعديم الضمير المهم تخيلوا كم الناس اللي قعدت تشتم في عمر أديب أثناء الحادث يعني أثناء ما هو في المستشفى والموضوع لسه سخن وبيتمنوله الموت وبيتمنوله الحصرة كان بالنسبة لي صدمة بل حاجة قرى وقلت أدب لا يمكن الاسلام لا يعرف ذلك أبدا الاسلام لا يعرف ذلك أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهب الى المسجد وكان يرمي في طريقه رجل يهودي قذرات وكان يأذي رسول الله جاف يوم من الأيام الرسول ماشي مع الصحابة فلفت نظره إن الدنيا نظيفة ما فيش يا قذرات فسأل على اليهودي قال لكم ما لليهودي راح فين النهاردة قال له مريض يا رسول الله فزهب إليه وزاره لم يتمنى رسول الله الموت لعدوه ولم يتمنى الحصر لعدوه ولم يدعي أبدا لعدوه بمكروه بل نهى أن تدعو على عدوك بل أمرنا إن احنا ندعو له بالهداية وبعيدا عن الدين دول شلت سفلة وشلت منحطين إن واحد يأمل حدثة تسبه بهذا الشكل وتدعو عليه بهذا الشكل فأنت بني آدم مريض ومتخلف وسافر ومنحط وقذر وعار على البلد اللي انت قاعد فيها إنها تحضن كلب زيك عمر أديب الحمد لله بخير يروح طريع لك واحد كلب زي معتز مقر يقول لك هي لعله يتعز ويقع لك كلب تاني زي محمد ناصر يقول لك هي تعرف على أسباب كراهية المصريين لعمر أديب أبدا عمر أديب انتفض له الملايين ملايين دعوله الفيديو اللي أنا عملته أول فيديو نزل يطمئن الناس على أمر أديب اللي خدته كل وكلات أنباء العالم والمواقع كل وكلات أنباء العالم والمواقع عشان ده عمر أديب الفيديو ده عمل معايا ودخل في 800 ألف مشاهدة 800 ألف مشاهدة معدل التعليقات فيه 10% سفلوا أولادات أدب وحاقدين وتسعين في المية بيتمنونوا السلامة انفجر الفيسبوك وفيشيال ميديا بالدعوات لعمر أديب وحثنا قليلة متخلفة من الكتائب الإكترونية للجماعات المريقة المتأسلمة كلاب السكك كلاب السكك السفلة بيدعو عليه وبيتمنون الشر أي دين وأي ملة وأي مرؤة وأي أدب وأي احترام يجعلك تتمنى الشر لإنسان في مأزق أو واحد عمل حادثة تتمنى له الندامة أو تتمنى له الموت أو تتمنى له الأزة لعنة الله عليكم في الدنيا والآخرة لعنة الله موضوع مستفز موضوع دياني جدا يا أخي تربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قال لرسول الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وشوف عظمة القرآن وهو بيعلم الرسول ازاي ينشر الدعوة وجادلهم باللتي هي أحسن جادلهم باللتي هي أحسن يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يطلب منك العباد وهو غني عنكم ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة كلهم يوحدوا بي ويصلولوا ويقبضولوا 24 ساعة ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر يا أخي تقعدنا الإسلام الإسلام انتشر بالكلمة الطيبة ولم ينتشر بالكلمة الغليظة وحد السيف أوروبا من دخل فيهم الإسلام والصين وآخر الحدود وأسبانيا دخلوا الإسلام من أمانة التجار والحسنة التي كان يتعامل بها التجار الذين كانوا ينقلون البضائع ما بين بلاد العربية وما بين أوروبا وما بين البلاد دية يقول لك ايه الأخلاق دية ايه السمو دا ايه الرفعة دية يقولوا لأنه ديننا بيعلمنا كده فيتمنى أن يكون في هذا الدين ايه اللي حاصل يا جماعة دعك من السياسة نمي بتاع سياسة دعك من الاختلاف السياسي ما ليه دعوة به ولكن أي مرؤة وأي أخلاق وأي تعاليم وأي لبن قذر رضعتوه يخليك تتمنى الشر للناس حتى لو أنت يا أخي بتكره واحد ويجي لك يقول لك بيته تحرق دا عمل حدثة دا في ورطة مش عارب ايه ايه السواد اللي جوه جلبك دا عكت تتمنى له الشر جبت منين السواد دا جبت منين الحقد دا غصبا عنك عمر أديب نمر واحد في الوطن العربي وغصبا عنكم عمر أديب أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي وغصبا عنكم عمر أديب أنجح إعلامي في الوطن العربي وغصبا عن عين أي هد سيظل عمر أديب لسان كل مصري جدع وإعلامي بيعبر بأسلوبه وبالله وبحرفيته عما يدور وكلنا بنتفرج على عمر أديب لكي نرى كل شيء بعين الحقيقة لأنه هو ناقل بعين الحقيقة ثقافته متميزة أسلوبه راقي ليه أسلوب يخطفك وانت بتتفرج على الشاشة تحب تتفرج على عمر أديب يا أخي لو لاختلاف الأزواق لبلة السرعة ما تتفرجش عليه عايز تفهمني قاعد تقول لي ولا ليه مش عارف إيه ولا حادي بيتفرج أمال إنت بحروق ليه قاعد على الخزق وبتغلي ليه عشان عارفوا أعلى نسبة مشاهدة ولولا أعلى نسبة مشاهدة لا يختار رئيس بوازن السيسي عا كان يتكلم معه على فكرة الشهر اللي فات حصل موقفين تكلم عنهم العالم عندما أراد أن يتحدث رئيس فرنسا اختار الجزيرة ليتحدث من خلالها وعندما يريد أن يتحدث الرئيس السيسي بيختار عمر أديب في مفاهيم الإعلام رغم اختلافنا مع الجزيرة ربنا يلعنهم لكن في مفاهيم الإعلام والمهنية رأي رؤساء الدول يختاروا المنابر الأكثر تأثيرا والأكثر وصولا للناس إذا كنت تختلف مع هذه الوسيلة أو القناة أو ذاك وغزبا عنك عندنا عمر أديب لكن أنت مش عايز يبقى عندنا عمر أديب مش عايز يبقى عندنا الإعلام ده التأثير ده القوة دي أنت عايز يبقى عندنا سوقية ورعاع وغيره مؤسرين وبردين وما لهمش مكانة ولا حد بيتفرق عليهم لكن عمر أديب أكل الناس بيتفرق عليه ونسب مشاهدة وبالملايين عمل لك حرقان وتعبك لأنه مؤسر وكشف أمثالك وفضح أم للكم أنتو عرت المجتمع وأوسخ ما أنجبت البقون أنتو عارف مش بنا أدمين أنتو تتساوب القذورات اللي طلعت معاكم في الولادة أنتو وسخ بأم أنتو حاجة معفنة أنتو حاجة مؤرفة ربنا ينتجم منكم وأضمنكم على الأستاذ عمر أديب بخير وزي الفل وسيقل علينا بمشيئة الله وربنا يديره الصحة والعافية ويكيد العوازل ويب زي الفل ترجمة نانسي قنقر